أهلا بحضراتكم من جديد وارجعنا لزقريات مباراة تاريخية في استاد القاهرة الأهل والاتحاد الليبي في مرحلة كانت مهمة جداً هتتأهل من خلالها لدور المجموعات 2-0 في ليبيا 2-0 في القاهرة وبتلعب في السواني الأخيرة من نهاية اللقاء وهتروح على طول لضربات الجزاء الترجحية لكن ادي واحدة يا شهاب جيف نص الملعب تزديدة من على مسافة 40 يارضة أو 30 يارضة عشان هدف تاريخي في توقيت تاريخي يقدر الأهل يكسب به يعني هذه المباراة ويتأهل لدور المجموعات بعد فترة كان الأهل بيبتعد شوية عن أدوار المجموعات في دور أبطال إفريقيا ديفوا ودفكم الدباح والمدفعجي وتقدر تقول زي ما انت عايز تقول منورنا النهاردة في بيته في قناة النادي الأهلي كابتن شهاب الدين أحمد منور الدين يا شهاب حبيب يا سعيد دانال مبسوط ان انا معاك النهاردة وزي ما انت قلت الواحد دايما بيفتخر منه بنتامل كالنادي الأهلي فالواحد فعلا لما بيجي هنا بيحس انه بيته بيستعيد ذكرات جميلة جدا فبتمنى لك التوفيق ودايما متقلق يا ربي دايما كده مش عايز اقبرك شوية بس اعد على المش ده 15 سنة مثلا اه اه كان في 2010 2010 اه 14 سنة 14 سنة بالزبط اه بتتذكر الهدف على طول؟ طبعا ممكن من الحاجات اللي لحد دلوقتي الناس بتقابلني فاكرة الهدف وفاكرة المبارادي بشكل كبير فبصراحة انا بفتخر جدا ان انا زي ما بقولك فيه حاجات بتفضل موجودة معاك بسيرتك بزاكرة بتاعتك فدي من الحاجات اللي انا لحد دلوقتي الناس الحمد لله مؤثرها معاها والناس دايما بتفتكرك بالجول ده اللي يتفرج على المطش ويسمع التعليق ادي واحد يا شاب من المعلق الكبير طبعا محمد عفيفي وبالمناسبة التعليق ده كان على شاشة قناة الاهلي في فترة 2010 لما كانونا ساعتها بنلقى المباراة افريقيا في الادوار التمهيدية مباراة الدوري هو بيقولك ادي واحد يا شاب وانت فعلا كان في التوقيت ده بتدي واحد ده حقيقة فعلا زي ما انت بتقولي يمكن قابلية حتى في مطشات قابل كده كنت بقى جبت جوال بشقوط مطش المنصورة في الدوري فيمكن سبحان الله يمكن الجول ده تحس ان الناس كلها كانت مستنيها ان انا شوت حتى الناس في يعني ناس كتيرها قابلها في الجمهور يقولي كلنا بنقول شوت يعني كله كانت تحس ان هو عايش ياب يشوت فطبعا توفيه من ربنا كبير في توقيت زي دوت فطبعا زي ما انت بتقول عافيفي يمكن ادى كمان اللي الجن بالازعه بتاعه طبعا اه شكل كويس جدا لحد الوقت يعني انا بحب جدا الجن بصوته هو يعني بصوته هو رغم رشكا على فكرة المباراة دي كانت منقولة على 3 ا4 قنوات وكانت بالتأكيد قناة الاهلي كانت نثبت المشاهدة عالية جدا في الفترات اللي زي دي مع نقل المباراة لكن عايز اقول لكم وقتها الجن ده الغاية دلوقتي اول ما يتقال شهاد ضيف على طول جمهور الاهلي اد واحد يا شهاد دي حقيقة عشان كده انا بقولك انا بعتز وبفتخر باللحظة دي لان مؤثرها لحد دلوقتي مع جمهور الاهلي اللي ليه فضل كبير طبعا بعد ربينا على اي حد بينتمل الكيان طبعا